عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا بشأن تشجير محاور الكاهرة الكبرى وعواصم المحافظات دمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة وكلف مدبولي بتشجير كل المحاور المرورية التي تم تنفيذها في القاهرة الكبرى وعواصم المحافظات وتحويلها إلى محاور خضراء كما كلف بإصدار توجيه عام إلى المحافظين بمنع تحويل أي منطقة خضراء إلى منطقة اتجارية وخلال الاجتماع وجه رئيس الوزراء بسرعة البدء في تنفيذ نموذج من خطة التشجير لتعميمها في كل المحاور المستهدفة تحت إشراف الاستشارين